لو قرأتم على سبيل المثال هذا الكتاب الشهير المطبوع المتداول إحدى شروحات صحيح مسلم وهو فتح المنعم شرح صحيح مسلم لشيخهم المعروف موسى شاهين لاشين في شرحه لهذا الحديث حديث العقبة ذاته لاحظوا ماذا يقول يقول وانضم إليه في هذه السياسة جماعة سموا بالمنافقين كما سمي عبد الله بن أبي برأس النفاق تمام إذن ونالك جماعة من المنافقين رأسهم من حسب هذا الذي يقول عبد الله بن أبي بن سلول ماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله لهذه الجماعة من المنافقين وهذا رأسهم هل غلوظ عليهم هل تعامل معهم بخشونة هل أقصاهم عن مسرح الأحداث الإسلامية أبدا انظروا ماذا يقول ويعترف يقول وداراهم رسول الله صلى الله عليه وآله مدارات واعتبرهم مؤلفة قلوبه وأحسن إليهم وأكرم معاملته هذا حتى لا تشتبه لا تكون النواطئ التفكير مستواك ضعيف أو متدني في التفكير فتقول أن عندي شواهد أن فلانا من من تقولون إنه منافق أكرمه رسول الله في هذا الموقف وفي ذلك الموقف وفي موقف ثالث ورابع نقول ليس مجرد الإكرام كافيا كافيا لإثبات أن الرجل مؤمن فأحيانا حسب قولكم بأنفسكم كان يكرم صلى الله عليه وآله المنافقة والمنافقين من باب حسن المدارات لماذا كان يفعل ذلك صلى الله عليه وآله يقول وأحسن إليهم وأكرم معاملتهم مع إيمانه بحقيقتهم لكنه مأمور من ربه بالعمل بالظاهر والله يتولى السرائر كانت حكمة في المعاملة ترعى خاطر أهليهم المؤمنين بحق يعني هو الآن يعدد أسبابا لهذه الحكمة النبوية في التعامل مع المنافقين بإحسان وإكرام مع علمه بحقيقتهم يقول أولا لهذا السبب مراعاة لخاطر أهليهم المؤمنين بحق مثلا يذكرون أن عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله ولده كان مؤمنا بحق فمراعاة لمشاعره لخاطره كان النبي بناء على هذا التفسير والتحليل يكرم والده هذا السبب كانت حكمة في المعاملة ترعى خاطر أهليهم المؤمنين بحق وتغطي عن الكافرين واليهود حقيقة الشرخ في الجدار على أمل إصلاحه في يوم من الأيام هذه علة أخرى لهذه السياسة النبوية الحكيمة في التعامل مع المنافقين ما هي هذه العلة أن النبي إذا غلض على هؤلاء وخش وتصادم معهم فإن هذا الخبر سيفشو ويصل إلى أعداء الإسلام من الكافرين وأهل الكتاب ومن يكيد للإسلام وأهله فيدركون أن هناك شرخا في الجدار الإسلامي لا يظهر لهم أن المسلمين يدوا واحدة يقولون ها قد دبت الخلافات والفتن فيما بينهم فلذلك كان نبينا صلى الله عليه وآله يعرض عن هؤلاء وأحيانا يكرمهم ويحسن إليهم حتى يغطي على هذا الشرخ في الجدار أملا في إصلاحه يوما ما وحتى لا يستفيد الأعداء أحيانا ترجمة نانسي قنقر